ردا على استهداف المدنيين في غزة أعلنت كتائب القسام قصفة الأبيب وعسقلان وسيديروت وبئر السعبع برشقات صاروخية وأعلنت الحركة عن استهداف ناقلة جنود يعتليها عدد من الجنود بقذيفة وأيضا بالأسلحة الرشاشة في الشمال وإضافة إلى استهداف جنود إسرائيليين بداخل مبنى في بيت حنون بأربعة قذائف مضادة للأفراد والتحصينات هذا إضافة إلى دبابة إسرائيلية وتم استهدافها بعبوة في شمال مدينة غزة قبل ذلك حملت حركة حماس أيضا إسرائيل مسؤولية تنهيار الهدنة القصيرة المتحدث باسم الحركة قال في بيان إن إسرائيل رفضت التعاطي مع كل العروض للإفراج عن المحتجزين الآخرين ولفتت حماس إلى أنه خلال المفاوضات عرضت الحركة تبادل الأسرة وأيضا الكبار في السن كما عرضت تسليم جثمين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف عملياتها عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي